الجيش السوري يستعيد تل الصوان المشرف على حقل الشاعر للغاز بريف حمصة الشرقي حاملة طائرات روسية تستعد للتوجه إلى البحر المتوسط وعلى متنها أسراب من سلاح الشو مؤتمر فيينة يشدد على ضرورة الانتقال من وقف الأعمال العدائية في سوريا إلى وقف دائم لإطلاق النار عشرات الشهداء والجرحى في تفجير مزدوج لداعش في بغداد والجيش العراقي يواصل تقدمه نحو الرطبة معارك بين الجيش الليبي وداع الشرق مصراطة واستعدادات للتقدم نحو معقل التنظيم في سرط الميدانية من الميادين أهلا بكم وفي ميادينها لليوم سيكون معنا من الميدان السوري مجد ليلة ننتقل إلى دماشق مع ديمة نصيف من دماشق وموسى عاصم من فيينة بشأن الهدنة في سوريا ننتقل إلى العراق وينضم إلينا عبدالله بدران من بغداد لنختم مع الميدان اليمني مع أحمد زبيبة من صنع موسى وبالتأكيد لمتابعة كل هذه التطورات ينضم إلينا هنا في الاستيديو الباحث العسكري العميد المتقاعد محمد عباس أهلا بك جنرال نبدأ إذن من سوريا حيث استعدى الجيش السوري تل الصوان المشرف على حق الشاعر ومحيطه بريف حمص وذلك في إطار عملية عسكرية بدأها تحت غطاء مدفعي وصاروخي وجوي وبالسيطرة على التل يصبح الجيش على مسافة خمسة كيلومترات من الحقل الاستراتيجي العقيد سهيل الحسن قائد العمليات العسكرية في ريف حمص وقائد سقور الصحراء أثناء الاعداد لمعركة استعادة حقل الشاعر الغزي معركة تقترب من نهايتها مع التقدم السريع الذي سجله الجيش السوري وحلفائه بعد ضرب الخطوط الدفاعية لداعش نحن الآن نقوم بتنفيذ رمايات تمهيد لصالح قوات الجيش العربي السوري وقوات السقور الصحراء ونقوم بالتأثير على الإرهابيين المسلحين في منطقة طل العواميد ومنطقة الصواني وعلى طريق حقل الشاعر لتأمين تقدم المشاة والدبابات باتجاه حقل الشاعر عملية عسكرية واسعة تأتي بالتوازي مع عملية أخرى من محور الحقل الجنوبي وفي تفاصيل العملية هجوم مركب راجمات الصواريخ وبطاريات المدفعية مهدت لتقدم المشاة باتجاه طل الصوان في مرحلة جديدة من معارك التلال ولسيما بعدما نجح الجيش في استعادة معظم المرتفعات المحيطة بالحقل من مرتفعات طه وكربلاء وكرار إضافة إلى طل العواميد تتقدم قوات مجموعات الاقتحام للجيش العربي السوري وقوات سقور الصحراء باتجاه طل الصوان وقطع طريق الأمداد للمسلحين اللي هو جاي من العقيربات باتجاه مدخل حقل الشاعر طبعا قواتنا تقريبا صارت على مسافة واحد كيلومتر من طل الصوان استراتيجية تقطيع الأوصال وخطوط الدعم خطة نعتمدها الجيش لمحاربة التنظيم في طبيعة صحراوية قاسية قطع الجيش أهم طرق إمداد التنظيم عن الحقل من قرية عقيربات مساحة مفتوحة وسهول مكشوفة في الطريق إلى تل الصوان عامل داعش على التمركز في مرتفعات التل لتحقيق السيطرة النارية على محيطه ولمنع تقدم الجيش إلا أن الرصد المباشرة لطرق إمداد التنظيم والتعامل السريع مع تحركاته عكس عزيمة الجيش على حسم معركة الشاعر بعد استيلاء داعش عليه للمرة الثانية نناقش كل هذه التطورات التي تجري في ريف حمص معك سيادة العميد محمد نحن نتحدث عن حقل الشاعر الغازي على بعد خمسة كيلومترات وكأن طل الصوان كانت المرحلة جديدة نستطيع أن نقول من خلال هذا التقدم اليوم الذي أحرزه الجيش السوري هو الأسلوب الدائم الذي يعتمده الجيش العربي السوري في كل العمليات وخاصة في ريف حمص الشرقي هو السيطرة على التلال الحاكمة على المدينة أو على قرية أو على حقل الغاز كما يجري حاليا بنظرة إلى الخريطة المعلومات التي واردها للمراسل هي معلومات قديمة لأن الجيش العربي السوري استطاع السيطرة على تل العميد تل العميد شمال غرب هنا تل العميد واستطاع أيضا على تل الصوان بعد تل العميد تل العميد بالأمس وتل الصوان اليوم وأيضا شن الجيش هجوما من جهة الجنوب باتجاه الحقل باتجاه حقل الشاعر من هنا عمليا بعد السيطرة على طل سوين أصبح الجيش يسيطر بالنار على طريق حقل الشاعر عقير بات لأنه كل خطوط الإمداد كانت تأتي بينها من عقير بات باتجاه حقل الشاعر حاليا أصبح مقطوع بالنار هذا الطريق وعمليا عملية تطويق الحقل من الشمال الغربي والغرب والجنوب يعني يبشر بسقوط الحقل قريبا يعني أصبحت خطوط داعش من جهة الغرب مقطوعة تماما والحقل محاصر من ثلاث جهات الشمال الغربي الغرب هذا الشمال الغربي هون والغرب والجنوب يعني أصبح مطوق من ثلاث جهات عمليا عملية الإطباق عليها تخضع للقرار يعني أنت هذه المرحلة متى هذه المرحلة ستبدأ الجيش العربي السوري يعني أنجز المراحل التمهيدية المرحلة التمهيدية والمرحلة الأولى حاليا في واقع المرحلة التانية هي الإطباق على حقل شاعر خلال العملية على حقل شاعر عملية الجيش العربي السوري شن داعش بهدف هجوما من على الجهة الشرقية لتدمر بهدف تعطيل اندفاعة الجيش العربي السوري يعني هجوم إلهاء على تدمر على مدينة تدمر بحد ذاتي على الجهة الشرية من مدينة تدمر بهدف إرباق عملية الجيش العربي السوري في حقل شاعر يعني عمليا الحقل أصبح قابق وسيناء وأدنى من السقوط مع الإشارة إلى أن حقل شاعر هو من أكبر الحقول الموجودة في منطقة حمص وهو الذي كان يزود الدولة السورية والأجهزة السورية بحاجتها من الغاز والنفط طبعا لذلك ليست المرة الأولى التي يستعيد فيها الجيش العربي السوري هذا الحقل ثم تسعى داعش لاحتلاله ولكن لنعرف أكثر آخر التطورات بما أننا نتحدث عن تقرير قد حدثت التطورات ولكن هناك تقدم مستمر للجيش السوري نضم إلينا من حمص الصحفي مجد ليلة مجد لو تطلعنا على آخر التطورات كنت في نشرة سابقة تقول لنا بأن هناك تبعد خمسة كيلومترات أصبحت القوات السورية أو الجيش السوري عن الحقل الشاعر الغزي نعم وفا في الحقيقة الجيش السوري لا يبعد سوى هذه المسافة البسيطة بعد أن سيطر على تل الصوان إلا أن العمليات العسكرية خلال الساعات القليلة الماضية قد تباطأت لأسباب تتعلق بالطبيعة المناخية لحق الشاعر ومحيط حق الشاعر وطبيعة الصهراوية تحديدا هي التي أدت إلى تباطأ هذه العمليات طبعا ما لاحظناه من زير العمليات وتكتيك العمليات العسكرية في حق الشاعر ومحيطه هو أن الجيش السوري تبع تكتيكا محددا منذ تخذ قرار السيطرة واستعادة حق الشاعر وهو أنتقاء التلال الاستراتيجية المحيطة بهذه المنطقة وبهذا الحقل حتى أن داعش كان من عادته أن يخترق تحصينات الجيش بالعربات المفخخة هو فشل في هذه المرة في اختراقه بهذه العربات المفخخة فقط نجح في تسريب عربة واحدة وصلت إلى أحد الخطوط الأمامية للجيش السوري وستطاع الجيش السوري وقتها التصدي والامتصاص لهذه الصدمة المصادر العسكرية تقول أن معارك الجيش السوري السابقة في محيط حق الشاعر هي التي أكسبت هذه القوات الخبرى في التعامل في تلك المنطقة الجغرافية أي أننا على مقربة من إعلان هذه المنطقة تحت سيطرة الجيش السوري وإعلان السيطرة وعودة السيطرة على منشأة شاعر النفطية أو الغازية في ريف حمص الشرقي طبعا تنظيم داعش بدأ بالانهيار منذ أن نجح الجيش السوري في قطع طريق الامداد البشري الرئيسي له من قرية عقيربات وهي قرية تقع إلى الغرب من حق الشاعر كان قطع هذا الطريق هو الهدف الأول للجيش السوري وبالفعل نجحت قوات المشات من قطع هذه الطريق والسيطرة على مفرق عقيربات الذي يقع بالقرب من مفرق شاعر الذي يصل إلى حق الشاعر أيضا طرق الامداد الواصلة إليه من ريف حمص الشرقي من ناحية الشرقية تحديدا هنا تقفل الطيران السوري والمروحيات السورية بمشاركة روسية أيضا في قطع هذه الطرق وتقطع طرق الامداد اللوجستية بالذخيرة والعتاد والأسلحة لناحية امداد داعش نجح الطيران بالفعل في قطع هذه الطرق مما أدى إلى انهيار الدفاعات بشكل متتالي من على التلال المحيطة بالشمال والشمال الغربي لحق الشاعر أشكرك جسيل الشكر الصحفي مجدة ليلى كنت معنا من حمص وأطلعتنا على آخر التطورات في ريف حمص الشرقي إلى الغطاء الشرقية التي ارتفعت فيها حصيلة الاشتباكات بين جيش الإسلام من جهة وفيلق الرحمن وجبهة النصرة من جهة أخرى إلى 700 قتيل فيما تبدو أفاق الحل ووقف القتال مسدودة تقرير ديمة نصيف قبولات أبو همام البويضاني لأسر فيلق الرحمن لن توقف حرب الغوطة جرحا لم يحظوا بعطف قائد جيش الإسلام وقبولاته استجواب وتعذيب أمام الكاميرا الاتفاقات المعقودة لم تطفئ نيران الحرب بين أمراء الجهاد وأنفاق التهريب في الغوطة بين فصائل سعودية وقطرية 700 قتيل من جيش الإسلام وجبهة النصرة وفيلق الرحمن في أسبوعين وعشرات الضحايا من المدنيين ونحمل المسؤولية الكاملة بهذا التراجع الميداني في هذه المنطقة لهؤلاء البغات الذين ما يزالون يختطفون أكثر من نص مقاتلين لواء 111 المرابط على تلك الجبهة بعد أن اقتادوهم من بيوتهم أثناء راحتهم إلى أماكن مجهولة كما قاموا بقطع طريق الإمداد عن المرابطين الباقين في جنوب الغوطة لا جيش الإسلام انسحب من مقرات فيلق الرحمن في مصرابة ومديرة ولم يرفع حصاره عن عشرات المقاتلين من جبهة المصر وفيلق الرحمن في القاسمية وتلفرزات ولم يطلق أي من المتقاتلين الأسر والمعتقلين في سجونه و500 من مقاتليه لا يزال فيلق الرحمن يحاصرهم جنوب الغوطة علماء الشرع في الجانبين لا يرون سلاما إلا باستقصال الخوارج والمرتدين وأبو محمد الأردني شرعي نصر يريدها حربا حتى قتل كل المفسدين في جيش الإسلام جبهة الفتاوى اشتعلت هي أيضا في الغوطة فقتال هؤلاء من أوجب الواجبات حتى تدرخ ونحن إذا رفضنا أن نرضخ لعكم الشرع والطماء قتلونا الذي يتكلم بلكنة أعجمي ولا يفرق بين باغ وبغي أن يتكلم في النوازل والدماء حقيق بمثله أن يشتغل بتقويم لسانه الأعوج الغوطة التي منعت من الاحتجاج بالتظاهر تأن بالأناشيد من القتل ومن الفتاوى التي تشارعه ديمة نصيف ديماشق الميادين وتبقى معنا مديرة مكتب الميادين في ديماشق ديمة نصيف إذن ديمة هل يمكن القول بأن هذه الاشتباكات الدامية بين جيش الإسلام من جهة وشبهة النصر وفيلق الرحمن مستمرة ولسيما أن حصيلة ترتفع وماذا أيضا عن وضع المدنيين يحكى عن وقوع العديد من المدنيين وإصابة العديد من المدنيين في هذه الاشتباكات نعم بالفعل وفايا بداية عداد القتلى التي وقعت بين الطرفين في مزرعة الأشعري حيث تتركز الاشتباكات فيها وهي واحدة من المناطق الخاضعة للنفوذ جيش الإسلام تقع إلى الجنوب الشرقي من دومة بلغ عدد قتلى بين الطرفين خمسين قتيلا اليوم ونقت في هذه المعارك التي حصلت اليوم وأيضا هناك معلومات تتحدث أو مواقع المسلحين مسلحي الغوطة بدأت تتحدث عن سحب مقاتليهم سواء جيش الإسلام أو فيلق الرحمن من جبهات جنوب الغوطة الشرقية وهي الجبهات التي يحاول الجيش السوري التقدم فيها وحصارهم فيها أي جبهة الاركابية ودير العصافير وزبدين وهي مناطق تمكن الجيش السوري بموجب هذا الاقتتال بين المجموعات المسلحة من التقدم والسيطرة على نقاط كثيرة منها هذين تطورين خطيرين جدا في هذا الاقتتال وفي التطورات الحاصلة في الغوطة الشرقية ويبدو بأن الحرب فعلا وصلت إلى نقطة اللاعودة وأنه لا يمكن لهذا الشلال من الدماء أن يتوقف بسهولة خاصة أنها وصلت إلى هذا الحد من أعداد القتلى الهائل يعني خمسين قتيلة في يوم واحد هذا ليس بالعدد القليل ونحن نتحدث عن أكبر الفصائل المقاتلة في الغوطة الشرقية أما عن وضع المدنيين وفا كما تعلمين هذه المناطق تتداخل فيها تواجر المسلحين مع المدنيين وهم بالأحرى يعني المدنيون المتواجدون في الغوطة الشرقية أغلبهم هم عائلات المسلحين أنفسهم يعني لا يمكن نحن لا نتحدث عن جبهات تنفصل فيها الوجود المدني عن الوجود العسكري هناك تداخل وبالتالي المسلح هو أيضا يتواجد في منطقة يتواجد فيها مدنيون وخاصة أن المدنيين أيضا في الغوطة الشرقية هم أيضا ضمن استفاف يشبه استفاف الفصائل يعني البيع الحاضن لجيش الإسلام عندما يهاجمها فيلق رحمن أيضا يقع من بينها قتلى وضحايا كما يعني العكس يسبح لكن يعني التطور الخطير أيضا بالمقابل يعني إلى جانب الأعداد الكبيرة من القتلى أن نوعية الأسلحة التي باتت تستخدم هي ليست فقط الأسلحة الخفيفة أو الموجهات المباشرة كما كانت أو الاعتقالات المتبادلة أو حتى الاغتيالات لقيادات أو شرعيين من هذه الفصائل لا اليوم نشهد يعني قتالا بالراجمات الصواريخ بالمدفعية وهو أيضا مستوى آخر من الصراع إلى جانب طبعا كما تحدثنا من قبل ويعني في الميادين وفي تقارير سابقة بأن تركز الاشتباك أو المواجهة اليوم في الغوطة الشرقية بين جيش الإسلام وهو يعني مجموعة أخوانية وبين النصرة وهي طبعا يعني مجموعة قاعدية هذا أيضا يظهر خلاف قاعدي أخواني بات تنافس اليوم بشكل كبير جدا وخاصة يعني بعد مقتل زهران علوش على السيطرة وبسط النفوذ في الغوطة الشرقية أشكرك جزيلا شكر على كل هذه المعلومات مديرة مكتب الميادين في دمشق ديمة نصيف سادة العميد إذا أردنا أن نتحدث كما ذكرت زميلة ديمة عن بسط هذا النفوذ على أي مناطق أو أي أماكن تحديدا يسيطر جيش الإسلام وأيضا جيش أو جبهة النصر وفيلق الرحمن أي هي مناطق التي يسيطر عليها في المقال سأبدأ من حيث انتهت الديمة وأريد قبل أن أبدأ على الخريطة أن أشير إلى أن الأسلحة التي تحدث عنها الجبير أنه زودنا المعارضة المسلحة بأسلحة حديثة وفتاكة هذه الأسلحة تحدثت عنها ديمة أن الأسلحة الحديثة تستخدم بين الفصائل المعارضة أو ما يسمى فصائل المعارضة هي كل فصائل إرهابية وأيضا يشترك في هذه المعارك كل من رفض الأمريكيون وضعه على الإرهاب وتحديدا جيش الإسلام وأحرار الشام لأنه من جهة المعارك جيش الإسلام ومن الجهة الأخرى أحرار الشام والنصرة وفيلق الرحمن وأجناد الشام وهذه التنظيمات كلها تدور في فلق القاعدة وأيضا موضوع الإخوان أنا هنا عندي إعتراض على هذا الموضوع جيش الإسلام زعيمه يقلد الشيخ بن عثيمين السعودي الوهابي التكفيري يعني هو يدبع شيخ سلفي في السعودية على المذهب الوهابي فموضوع الإخوان هو طلطة بموضوع الإخوان ولكن أيضا في الجهة المقابلة هناك إخوان يعني الأحرار جزء منهم إخوان أحرار الشام جزء منهم إخوان يعني هنا قواعدهم الأساسية إخوان وأيضا في لق الرحمن حاليا كله التنصيق في الغوطة يدور بين الإخوان والقاعدة تماما كما يحصل في ريف حلب الجنوبي وفي ريف حلب الشمالي يعني الإخوان ينصقون هناك عمليا موضوع فيما بعد أبتشتعر في الإيديولوجيا وين راحت يعني هذا وهذا ما يدفع إلى اقتتال هذه المجمعات تأسيمة لذلك لاحظنا بعد موضوع الأسلحة قبل ما تحكي موضوع الأسلحة موضوع التكفير يعني إذا بتقري بيانات هذه التنظيمات كيف تكفر بعضها وتدعو إلى سحل بعضها وسمعنا ذلك على الإعلام وكيف يعذبون الأسرة وبالرغم من ذلك هذه المعارضة التي يريدون لها أن تحكم سوريا وهي معارضة إلغائية إقصائية تقتل بعضها البعض لم يستطعوا أن يجد قاسما مشتركا بين هذه التنظيمات التي يزودونها بالسلاح والدعم السياسي عمليا على الخريطة جيش الإسلام يسيطر على الجهة الشرقية الشمالية الشرقية يعني من دومة حتى النشابية هذه الخريطة حتى النشابية ومن دومة حتى حوش فارة هذه المنطقة هذه المنطقة يسيطر عليها جيش الإسلام يسيطر عليها جيش الإسلامية إلى الشرق التي تشمل حوش الفارة الشيفونية حوش نصري أوتابا بيت نيم وكانوا معا مسرابا نسحبوا منها الآن التقدم لجيش الإسلام هو من يقوم باقتحام هذه المدن التي تسيطر عليها فيلق الرحمن وجبهة النصرة بداية كان جيش الإسلام من الأسبوعين الماضيين هو الذي يهاجم مواقع فيلق الرحمن وأجناد الشام ثم عقدوا هدنة وانسحب لجيش الإسلام من مسرابا ولكن اليوم من يتقدم هو الجهة المعارضة لجيش الإسلام لأنه بحوش الأشعري هنا حوش الأشعري تقريبا إلى الجنوب الشرقي من بلدة دومة المسلحون النصرة وأتباعهم تقدموا باتجاه واليوم الاشتباكات تدور في هذه النقطة تحديدا في هذه النقطة المنطقة الشرقية يعني عاصمتها حرستة يعني عاصمة جيش الإسلام دومة عاصمة النصرة وأحرار الشام حرستة وتشم العربين وزمالكة وعين ترما والمليحة وجسرين كل هذه المناطق أيضا في الجنوب الجيش العربي السوري لاحظي هون الجيش العربي السوري عند الدائرة الزرقاء تقدم باستعادة حوش الخطيط راحة الخريطة هون نعم الجيش العربي السوري يتقدم في الوقت الذي يلتح فيه المسلحون بالاشتباكات الداخلية الجيش العربي السوري تقدم من الجنوب باتجاه زبدين باتجاه دير العصافير باتجاه ركابية إلى الجنوب هذه مجل الخريطة هنا الجيش العربي السوري حقق تقدما حول هذه النقاط من زبدين إلى الركابية على مناطق المعارضة النصرة إذن الجيش السوري يستفيد من هذا الاختتال بين هذه المجموعات تقدم في الوقت هذه التنظيمات لا يربط بينها رابط والجيش العربي السوري يستفيد من أي خلاف يحصل بين هذه التنظيمات وأي اقتتال إذا تحدثت عن 700 قتيل بين الطرفين خلال أسبوعين فهذا الطبيعي يراحل الجيش العربي السوري وتخفيف الخسائر عن الجيش العربي السوري وبالطبع الغوطة لن تعود ما قبل الاشتباكات يعني الاشتباكات في تقديري لن تنتهي إلا بسيطرة أحد الطرفين وسيستفيد الجيش العربي السوري من خلال هذا التنازع لقضم مناطق في الغرب وفي الشرق سيدة العميد نبقى بأل شأن السوري ولكن إلى فيينا حيث شدد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على أن الحرب في سوريا لن تنتهي من دون توصل إلى اتفاق سياسي لافتا إلى أن الرئيس السوري ومن يدعمه لن يكون في مأمن من دون هذا الحل وفي ختام مؤتمر فيينا حول سوريا أشار كيري إلى أن المجتمعين اتفقوا على جعل وقف الأعمال العدائية وقفا دائما لإطلاق النار ومن جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أولوية موسكو محاربة الإرهاب وأنها تحمي الدولة السورية وليس الرئيس الأسد كشخص وأضاف أن روسيا لا يمكنها إجبار الرئيس السوري على المغادرة تعهدنا بتقديم الدعم لتحويل اتفاق وقف الأعمال العدائية إلى وقف إطلاق نار شامل والتزمنا باستخدام نفوذنا لإلزام الأطراف بوقف الأعمال العدائية لضمان تطبيق ذلك ثانيا اتفقنا على أنه إذا انخرط طرف ضمن اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوع من عدم الإدعان المستمر للاتفاق فستحيل قوة العمل هذا السلوك إلى مجموعة دعم سوريا الدولية والوزراء أو أولئك المخولين من قبل الوزراء للقيام بالتصرف اللازم ويشمل ذلك طرد تلك الأطراف من ترتيبات وقف الأعمال العدائية بوضوح هذا يعني أنهم إذا استمروا في فعل ذلك ويتظاهرون بأنهم جزء من اتفاق وقف الأعمال العدائية ولكنهم ليسوا جزءا منه فلن يكونوا جزءا منه على الفور ومن فيينا ينضم إلينا مراسل الميادين موسى عاصي موسى إذن نلطلق من كلام السيد كاري والوزير كاري حينما يقول بأن اتفقنا على جعل وقف الأعمال العدائية وقفا دائما لإطلاق النار هل يمكن القول بأن هذا هو البند الرئيسي الذي أراد التواصل إليه مؤتمر فيينا اليوم هو البند الوحيد الذي تم التواصل إليه وتم الاتفاق عليه بين المجموعة الدولية بما يخالف أو بما هو إضافي عن البنود التي ذكرت في البيانات المؤتمرات السابقة التي صدرت في فيينا أو ميونيخ أو بين المدينتين المؤتمرات الثلاثة الأولى ذكرت بنفس المواقف بالنسبة للالتزام بالقرارات الدولية وبوقف الأعمال العدائية الشيء الجديد هو تم استوسيع وقف الأعمال العدائية ليكون وقفا لإطلاق النار بشكل شامل ولكن طبعا هذه المسألة بحاجة إلى وقت كبير جدا من أجل الوصول إلى هذا الوقف هنا اتفقوا على وقف إطلاق النار شامل ولكن على الأرض هناك صعوبات كبيرة تحديدا بالنسبة لكيفية إلزام الأطراف التي لا تزال حتى الآن تتعاون مع جبهة النصرة في شمال حلب وفي حلب بشكل عام وفي مناطق أخرى أيضا وجبهة النصرة موجودة على لائحة الأمم المتحدة كتنظيم مصنف إرهابي فإذا كيف يمكن للفصل أو للقيام بفصل هذه المجموعات التي وقعت على الاتفاق ومجموعة المجموعات الإرهابية في سوريا هذه المسألة تركت للمرجعيات البيان الذي صدر عن موطم ريفينا اليوم أوضح أن على المرجعيات مرجعيات القوى التي تتحارب في سوريا أن تقوم بالضغط على هذه القوى على هذه الأطراف من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار الشامل الذي صدر اليوم بسيغاته الجديدة في فيينا بالنسبة للبنود الأخرى البيان الذي صدر عن نقطة مر فيينا كان سخر معظم بنوده حول المسألة الإنسانية وكيفية إيصال المساعدات إلى المناطق وكيفية إلزام الأطراف بإيصال هذه المساعدات إلى المناطق المحتاجة وفي حال لم تلتزم هذه الأطراف بإيصال المساعدات فأن المجموعة الدولية لها خيارات أخرى الخيار الذي تحدث عنه البيان هو إسقاط المواد الغذائية أو المساعدات الغذائية عبر الجو كما يحصل في دير الزور حاليا شكرا جزيلا لك موسى عاصم الرسل الميدين كنت معنا من فيينا وفي التحركات العسكرية الروسية تستعد حاملة الطائرات الروسية لتواجه إلى البحر المتوسط وتتجلى أهمية هذه الحاملة في مربطة أحدث الطائرات على متنها والقدرة على توجيه ضربات برية رانا أبي شبح لا تكاد حاملة طائرات تغادر البحر الأبيض المتوسط حتى تأتي غيرها ولكن هذه المرة من جنسية أخرى غادرت الفرنسية تشارل ديغول منذ أشهر لتأتي الروسية الأدميرال كوزينتوف الحاملة يجي تجهيزها لتدخل الخدمة في الأول من تموز يوليو المقبل أما مهماتها فيمكن تلخيصها بتنفيذ عمليات قتالية من عرض البحر مخصصة لتدمير الأهداف البحرية الكبرى وحماية التشكيلات البحرية الصديقة من هجوم محتمل إضافة إلى إمكانية توجيهها ضربات لأهداف برية من مزايا هذه الحاملة أنها قادرة على الأبحار إلى أي مكان في العالم وعلى متنها أحدث المقاتلات البحرية الروسية ستصل إلى البحر المتوسط وعليها طائرة سوء 33 وسوء 25 وميك 29 كيكوب ما تنفرد بها المقاتلة الأخيرة أنها من الجيل الرابع المحدث ومن أفضل المقاتلات البحرية في العالم من حيث مواصفتها الفنية فهي قادرة على حماية نفسها وتوجيه ضربات لأهداف متعددة جوية وبحرية وبرية في الوقت ذاته بحسب خبراء فإن الجيش الروسي قد يستخدم هذه الحاملة في المستقبل القريب لضرب تنظيم داعش من عرض البحر من دون الحاجة إلى القاعدة الجوية في مدينة اللاذقية من جديد أهلا بكم إلى الميدانية من الميادين ارتفعت إلى نحو 70 شهيدا وعشرات الجرحة عصيلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مناطق في العاصمة العراقية فقد استشد في تفجير حي الشعب المزدوج 35 شخصا وجرح 40 وفي مدينة الصدر استشد 22 عراقيا كما سقط عشرة شهداء في تفجير قاطع الرشيد وفي تفجير استهدفة الإحبيبية سقط 9 شهداء فيما استشد عدد آخر في استهداف حي الأم من نجاة ثانية دخلت القوات العراقية إلى قريتي درعمة وعلي المالح شرق مدينة الرطبة لتصبح على مسافة كيلو متر واحد من المحور الشرقي للمدينة وفق مراسلنا بدوره أعلن قائد عمليات تحرير الرطبة أن داعش فخخ جميع المحطات والاستراحات والمطاعم على طول الطريق الدولية السريعة غربي الأنبار ومن العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا مراسل الميادين عبدالله بدران إذن عبدالله إذا أردنا نتحدث عن شقين الشق الأول هو الأول الأمني بسبب العدد الكبير من هذه التفجيرات التي استهدفت العديد من المناطق العراقية وكذلك ماذا عن التطورات في العملية العسكرية في الرطبة نعم وفى بالنسبة للجانب الأمني في العاصمة العراقية بغداد حوالي 70 شهيدا كما ذكرت أنت وقرابة 100 جريح جراء التفجيرات التي ضربت مناطق حي الشعب ومدينة الصدر في ساحة 55 في عمق شرق العاصمة العراقية بغداد وكذلك في قاطع الرشيد إلى الجنوب من العاصمة العراقية طبعا حتى الآن داعش تبنى الهجوم الذي حصل في منطقة شعب حي الأربعة آلاف الذي نفذ عبر انتحارية ترتدي حزاما ناسفا الحصيلة فقط في تفجير الشعب 35 ضحية استشهدوا واستدعى طبعا هذا التطور الأمن النافر أن يوجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة باحتجاز المسؤول الأمني عن منطقة شمال شرق العاصمة العراقية بغداد لجهة ما حصل من خرق ربما لأسباب المعلومات وعدم التعاطي مع المعلومة الاستخبارية حسب معاليمة الميادين الجدير بالذكر وفا أن السفارة الأمريكية منذ أيام قد توقعت حصول المزيد من التفجيرات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أيضا توقع حصول التفجيرات واستهداف المدنيين وربط ذلك بما يحصل من تقدم في العمليات وفي جبهات المواجهة سواء في الأنبار أو في صلاح الدين أو بمحافظة نينو بنسبة لسؤالك وفا عن العمليات العسكرية القوات الأمن العراقية حتى هذه اللحظة هي في تطويق من الجهة الشمالية والشرقية لمدينة الرطبة التي تقع إلى أقصى غرب الأنبار التقدم بالفعل كان سريعا وهذا ما ذكرته الميادين قبل ساعات من الآن حسب معلوماتها من قيادة العمليات المشتركة أن الجيش العراقي جاهز مكافحة الأرهاب الفرقة الخامسة عشرة في الجيش العراقي وكذلك أبناء العشائر بما يقدم لهم من إسناد جوي بسرط طيران الجيش والقوة الجوية العراقية يمكن أن يقطعوا ما بعد تقاطع لرواشد ومفرق الوليد عند الحدود العراقي مفترق طريق الدولي عند الحدود العراقية الأردنية وبالتالي إذا ما تم الوصول بالفعل قدم الإسناد للمحور الشرقي الذي هو الأقل لمدينة الرطبة تتمكن القوات الأمنية العراقية من دخولها إن لم يكن اليوم فقد يكون صباح يوم غد الإعلان الرسمي ربما يتأخر لحين إكمال الجهد الهندسي رفع العبوات الناسفة على الأقل تأمين المنطقة للقوات الأمنية العراقية أو تهيئتها بشكل عسكري مقبول يمكن للقوات الأمنية العراقية أن تأمن المتفجرات والعبوات الناسفة حتى هذه اللحظة ليست من مقاومة تذكر لدى مسلح داعش خلى هجومين بسيارات مفخخة في بعض محاور المواجهة القوات الأمنية العراقية تريد أن تستكمل الاندفاع الذي حصل سريعا خصوصا نحن نتحدث عن 300 كيلومتر من محاور كباسة وهيد والطريقة الدولية تريد الوصول إلى ما بعد مفرق الوليد ما بعد تقاطع الرواشد عند صحراء غرب الأنبار لكي تستكمل الاندفاع شمالا وجنوبا شمالا وجنوبا شمال الطريق الدولي باتجاه القائم عند الحدود العراقية السورية وجنوبا عند الابارية تطلح تصورة نعم والحدود العراقية السعودية كل ذلك يهدف لتأمين هذا الطريق الدولي صوباء ترابيل والمنفذ البر بين العراق والأردن أنا أشكرك جزيلا شكر على كل هذه المعلومات إن كان عن تقدم القوات العراقية لمدينة رضبا وكذلك التطورات الأمنية شكرا جزيلا لك أهمية تحرير القوات العراقية لمدينة الرضبا وأهمية موقعها الاستراتيجي في هذا العرض لفاطمة روماني أهلا بكم أحرزت القوات العراقية تقدما مهما باتجاه مدينة الرضبا الواقعة في محافظة الأنبار غربية العراق عملية تحرير المدينة من سيطرة داعش الذي استولى عليها منذ نحو عامين انطلقت من المحاور الغربية والجنوبية والشرقية للمدينة بمشاركة الحج العشائري وبإسناد من الطائرات العراقية وطائرات التحالف الأمريكي إضافة إلى سلاح المدفعية وقطعات الهندسة العسكرية لمدينة الرضبا أهمية في الجغرافيا العسكرية في الأنبار فهي تقع في عمق صحراء الأنبار الغربية وعلى الطريق الدولي الرابط بين العراق والأردن ومنه الطريق المتفرع باتجاه القائم وباتجاه الحدود السورية الذي يبعد 170 كم عن الرضبا أما تكتيكيا فالسيطرة على الرضبا تقطع طريق الإمداد لداعش بين العراق وسوريا وبين العراق والأردن التي تبعد 150 كم عن الرضبا عبر الملفظ الحدودي ترايبيل ويعد هذا الطريق ذا أهمية تجارية كبرى لحركة استيراد البضائع والترانزيت أبرز معاقل داعش تقع غربية الأنبار في الرضبا إذ تتمركز فيها القيادة العسكرية للتنظيم وتحرير الرضبا قد يمهد الطريق أمام عمليات أخرى للقوات المشاركة العراقية لتحرير ما تبقى من مدن الأنبار تحت سيطرة داعش وقبل تحليل كل هذه العمليات العسكرية التي تجري في الرضبا لابد من الإشارة سيادة العميد إلى هذه التحركات العسكرية في البحر المتوسط كان قبل حاملة الطائرة كوزنيتوف كان هناك شارد يقول لحاملة الطائرات ولكن إذا أردنا كان هناك لديها مهمات وميزة أهمية خاصة وكأنها مثل غرفة عمليات أصبحت هذه حاملة الطائرات عندما تحدث الرئيس بوتين عن سحب القوة الرئيسية للجيش الروسي من سوريا هو تحدث عمليا عن سحب القوة الجوية والقوة الجوية التي أدخلت بعد الاعتداء التركي وأسقاط الطائرة الروسية وهذه الطائرات التي سحبت أعلن الرئيس بوتين أنه قادر على إعادتها خلال أربع ساعات إذا لم تجري الأمور كما يجب أن يحصل في سوريا إذا لم يستجب المسلحون واستمروا بخروق وقت اطلاق النار عمليا الحاملة عضور الحاملة يرد على هذه المسألة وهو البديل عن عودة الطائرات لأن الحاملة تحمل أكثر من 50 طائرة من كل أنواع الطائرات يعني من السو 33 اللي هي طائرة التفوق الجوي الميك 29 أو الطائرات القاذفة اللي هي السو 25 السو 25 اللي هي قاذفة وهي لمساندة القوات البريئة التي تتقدم على الأرض ولضرب مواقع أرضية وباقي الطائرات هي طائرات للتفوق الجوي وقادرة على إطلاق صواريخ مجنحة سواء من الحاملة أو من الطائرات عمليا وجود هذه الحاملة في المتوسط هو يعود عن غياب الطائرات الروسية التي سحبت ها من جهة من جهة أخرى قد يكون لهذه الحاملة دور مستقبلي يعني بعد اجتماعات فيينا والمراوحة في هذا الموضوع وعدم تغير الخطاب سواء الأمريكية أو الداعم للمعارضة لم يتغير كثيرا الخطاب بغض النظر عما قيل باستثناء فقرة اليوم يمكن أن يظل موضوع الرئيس السوري ضبابة ولكن بعدهم عند نفس الموقف النظام هو الذي يخرق وهم يدعمون المسلحين بالخارق ويتجهلون موضوع الخارق للمسلحين لذلك أنا في تقديري هي بانتظار تطورات ستحصل في تموز بين تموز وإيلول موعد يعني انفكاك الأمريكيين عن المنطقة بسبب انشغالها بقي معنا أقل من دقيقة لنتحدث عن تطورات موضوع العراق موضوع العراق نحن نسير في الاتجاه الصحيح يعني دائما كنا نقول أن يجب أن تكون العملية باتجاه غرب الأنبار لأنه يجب أن يصل الجيش العراقي إلى الحدود السورية الأردنية وهي الحدود الذي يتنفق طبعا مش الحدود الأردنية بس الحدود الأردنية عمليا هناك حرك التبادل ولكن عمليا المسلحين بين سوريا وبين العراق يتحركون عبر المنافذ من القائم للوليد على طول وأيضا من جهة الحسكي والموصل من الجهة الأخرى لذلك جاء الهجوم بإطاره الطبيعي اليوم باتجاه الغارب يعني الجيش العراقي يقوم بتحرير غرب الأنبار حاليا الردبي الردبي مثل ما نلاحظين هم موقعه استراتيجي لأنه ردبي هي عمليا من الردبي باتجاه معبر الوليد أو من الردبي باتجاه الطريبيل أو من الردبي أيضا باتجاه القائم يعني باتجاه القائم كل هذه المعابر هي معابر لازالة يستخدمها داعش بين الحدود السورية والعراقية وأيضا يستفيد من الامدادات التي تأتي من الأردن امدادات تسليح مقاتلين إلى آخر عمليا هذا هو الاتجاه الصحيح يعني كان يجب من البداية أن يتوجه الجيش إلى الغرب باتجاه الحدود العراقية السورية ولكن هل يسمح للجيش بإكمال عملياته لإقفال الحدود هذه النقطة أيضا عمليا الجيش يتقدم هنا من الرمادي باتجاه هيت هيت عمليا صارت جنوب شرق عنا وراوة يعني الجيش سيكمل كمان أيضا على هذا المحور باتجاه القائم يعني قادر الجيش أن يقوم بهجوم من جهة الجنوب على المحور من مفرأ الردبي باتجاه القائم من هنا وأيضا من هيت باتجاه القائم والوصول إلى الحدود السورية العراقية إلى هنا نصل إلى خطام الميدان العراقي لننتقل إلى الميدان الليبي والتطورات سيادة العميد حيث تجددت الاجتباكات بين القوات الليبية وتنظيم داعش شرقية مدينة مصراتة المتحدث باسم القوات الليبية أوضح أن القوات تستعد للتقدم نحو مدينة سيرت في إطار خطة لتنفيذ هجوم مضاد ودع المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات والدعم اللازم لاستعادة المدينة من يد التنظيم بعد قرارات مؤتمر فيينا بشأن ليبيا والاتفاق على تخفيف الحظ على السلاح إليها الولايات المتحدة تذهب مباشرة إلى الأرض الليبية وبحسابات عسكرية المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بيتر كوك قال إن قوات أمريكية لا تزال تعمل في ليبيا في مهمة استخبارية محددة في جمع معلومات عن المجموعات المسلحة هناك وكذا عن تنظيم داعش البنتاجون يريد معرفة قوة كل فصيل ودوافعه في القتال قوات أمريكية خاصة تعمل في الغرب في مصراطة والشرق في بنغازي منذ أواخر السنة الماضية تبحث عن أقرب فصيل يمكن أن يتعاون معها في حال شن أي هجوم على داعش ما تفق عليه في فيينا بشأن استلاح وما يجري في ليبيا من سوق مفتوحة على مختلف الذخائر دفع الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات احتياطية فرنسا وبريطانيا تعدان مشروع قرار أمميا يتيح توسيع مهمة بحرية الاتحاد الأوروبي قبالة السواحل الليبية لتشمل احترام حظر الأسلحة المفروض على البلاد القوة الأوروبية التي سممت لمطاردة مهاربي المهاجرين ستتولى أيضا تدريب حرس السواحل الليبيين وحالما يجري قبول القرار الأممي المقترح سيكون مسموحا للقطع البحرية الأوروبية بتوقيف سفن إذا ثبت أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا من دون الحاجة إلى طلب ترخيص من الدول المرسلة ذريعة البلدان الأوروبية في ذلك أن غالبية الأسلحة تذهب إلى غير جهة ولا تصل إلى السلطات الشرعية في البلاد الجهة المخولة الآن استلام أي سلاح هي حكومة الوفاق في طرابلوس تلك التي لا ترى فيها ألمانيا أهلية تامة لإنهاء عمر الفوضى الدموية في البلاد وفق ما قاله وزير الخارجية الألماني فرانك شتاين ماير سيدة العميد مع هذا المؤتمر الدولي وما يحكى عن تطورات في ليبيا هناك استعدادات للتقدم نحو سرط هل هناك إمكانية لدى القوات الليبية القدرة على الاتجاه نحو السرط وهو معقل تنظيم داعش هناك في ذلك يعني عمليا حتى مع قدوم مدربين وخبراء فرنسيين أو إيطاليين أو بريطانيين أو أمريكيين كما نلاحظ أخيرا حاليا طالما ليس هناك حكومة وحدة وطنية وطالما الجيش الليبي المتفق عليه ضعيف لا يمكن لهؤلاء حسم المعركة ضد داعش بدون تدخل بدون تدخل دولي تدخل دولي بري وهذا لم يحصل حاليا لذلك فكرة بس استنانة للأخري طوامت مركزي داعش داعش لازالت في أقصى الشرق في درنا وموجودة في بنغازي أيضا في المدينة وتتقاصمها مع حكومة طبرو ولا تزال اشتركات مستملة بين حلوها وموجودة في سرط لكن المنطقة الرمادية المضللة بالرمادية هون هذه من المنطقة متسعة على الساحل على خليج سرط تسيطر على داعش وأيضا موجود في الغرب في صبراطة وقرب الحدود التونسية بالإضافة إلى الجنوب هذا المثلث النفطي عمليا موجود بقسم كبير منه داعش يسيطر على قسم كبير وأيضا إجدابية وموجود في الجنوب هذه المساحة الجغرافية الهائلة التي يتواجد فيها داعش لا يمكن لجيش مفكك مثل الجيش الليبي يعني خليفة حفطر في الشرق والإخوان المسلمين في الغرب هؤلاء لا يمكنهم إذا لم يكن هناك حكومة وحدوطنية وإعادة تسليح وتأهيل الجيش على داعش في ليبيا مسألة طويلة يعني تحتاج إلى تحضير وتهيئة القوات وتحضير القوات وقبلوا الحل السياسي اللي هو حكومة وحدوطنية سننتقل إلى الميدان اليمني حيث تتصاعد وطيرة المواجهات والاشتباكات بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي في مختلف المحافظات اليمنية مع تحليق متواصل ومكثف لطائرات التحالف السعودي التفاصيل في هذا التقرير الجبهات العسكرية في اليمن عادت لتسجل سخونة على وقع المباحثات في الكويت ففي تعز وعلى جبهتي المناطق الغربية والشرقية تدور اشتباكات متقطعة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي المدعومة بطائرات التحالف من دون أي تغيير في الواقع الميداني وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن قوات هادي قصفت مواقع الجيش واللجان في موقع الشبكة بمدرية الوازعية جنوب غرب تعز وفي الضالع قال مصدر عسكري يمني إن قوات هادي قصفت بالدبابات وبإسناد من طائرات التحالف مواقع الجيش واللجان بمدرية مريس وإن الجيش رد باستهداف مواقع قوات هادي بصواريخ الكاتيوشا أما على جبهة فرض نهم شمال شرق العاصمة فقد وسعت قوات هادي من دائرة القصف المدفعي وقالت وزارة الدفاع إن القصف طاول مناطق مبدعة وبان بارق وملح بمدرية نهم وسبق ذلك أصول تعزيزات عسكرية لقوات هادي إلى مكروبة من فرض نهم في محافظة مأرب تستمر الاشتباكات المتقطعة في مناطق متفرقة من مديرية السرواح غرب المحافظة وفي الجوف شمال شرق اليمن تبادل الطرفان القصف المدفعية والصاروخية في مدرية المتون فيما استهدفت مدفعية قوات هادي منازل مواطنين وفق مصادر عسكرية يمنية المواجهات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة تجددت بين الطرفين في مدرية ذي ناعم جنوب محافظة البيضاء وسط اليمن كما تبادل الطرفان القصف في شميس والخيدر بمدرية عسيلان غرب محافظة شبوى شرقية اليمن ومن العاصمة اليمنية صنعاء ينضم إلينا مراسل الميادين أحمد دازبيبة إذن أحمد لو تجمل لنا لو سمحت آخر التطورات في مختلف المناطق اليمنية وماذا أيضا عن غارات السعودية على المناطق اليمنية نعم وفا هناك تحليق مكثف في طائرة التحالف السعودية الآن على العاصمة اليمنية صنعاء التحليق مستمر لأكثر من نصف ساعة من الآن على علوم منخفض مع فتح حاجز الصوت ما يتعلق بالجبهات في محافظة سعز جنوب اليمن هناك وفق مصدر عكري للميادين أكد أن القصف المتواصل لقوات هادي المسنودة بالتحالف السعودي مستمر على الجبهات الجنوبية الغربية وتحديدا في مديرية الوازعية حيث قصفت قوات الرئيس هادي منطقتين الحمراء وأيضا الشبكة القصف أيضا امتد حتى مديرية ذباب الساحلية التي تعرضت أيضا لقصف متواصل لقوات الرئيس هادي على مواقع الجيش واللجان الشعبية هناك مع أيضا تحليق مكثف لطائرات السحالف السعودي في سماء المحافظة محافظة سماء ربواء الجوف خلال الأساعات القليلة الماضية هي شهدت هدوء حذر في جبهات القتال ولسيما بعد نشوب أيضا مواجهات بين أطراف القتال هناك في مديرية صرواح بعد قصف متواصل من قوات الرئيس هادي على منابق متفركة من المديرية مع أيضا تجدد الاشتباكات في مديريتي المدون والغيل في محافظة الجوف المحافظة لمحافظة مأرب شمال شرق اليمن نعم أحمد زبيبة مراسل الميادين أشكرك جزيلا شكر كنت معنا من العاصمة اليمنية صنعاء وكذلك أشكرك جزيلا شكر سيدة العميد محمد عباس على مواكبتك معنا لكل التطورات في مختلف الميادين وقبل ختم الميدانية نذكر بأبرز عنوينها الجيش السوري يستعد تل الصوان المشرف على حقل شاعر للغاز بريف حمص الشرقي حاملة طائرات روسية تستعد للتوجه إلى البحر المتوسط وعلى متنها أسراب من سلاح الجو وتمر فيينا يشدد على ضرورة الانتقال من وقف الأعمال العدائية في سوريا إلى وقف دائم لإطلاق النار عشرات الشهداء والجرحة في تفجير مزدوج لداعش في بغداد والجيش العراقي يواصل تقدمه نحو الرطبة معارك بين الجيش الليبي وداع الشرق مصراطة واستعدادات للتقدم نحو معقل التنظيم في سرط وبالتأكيد للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية وكذلك صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الختم شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله